السير على أقدام عارية في منتصف نهر دجلة في بغداد هو آخر صور الجفاف الذي يعصف بأنهار العراق مع استمرار خفاض منسيب مياهها مسوب الماء تقريبا نزل جاي تغجدون جماعة الارصافة عن كخ عصاص تقريبا صال أسبوعين يتصال وضعية شوف أسا شوف الشباب جاي يمشون تقريبا نصمة وصل المي نصمة جاي يمشون بين الكاظمية والعظمية صاد ارتفاع مستوى تلوث الانهار بنفايات طبية بشكل غير معهود فقم من غضب المواطنين الذين تهموا الحكومة بافتقارها لأي خطط من شأنها انتشال العراق من هذه الأزمة سوفوا بحسدود بغداد سوفوا محافظات يعني خلالتو الناس والشعب وعندما نشتغي الصندوق بين فنص نبحث حتى ما نغسل باش من قد نغسل يعني كارثة بيه كلها تحارب صاير ومية كلها صاير تلوث حتى ما المستشفيات طيب كلها يذبوه على طرف النهار يعني كلها اكوبايروس اكوشي كلها يضغر كلها على الناس يعني لازم يجرأت معني شو ما نداما نلقي أقيمات كننسات شغلات معنا الطبية يعني نلقان كلها ذبيناني معلسف وفي حين تتجاهل السلطات الحكومية منذ عدة سنوات خطر تلوث مياه الانهار التي تعاني الجفاف أساسا يستمر خطر اندفار البساتين الزراعية بالكامل الذي يرافقه إبادة ملايين الأسماك وين السمت؟ هل السمت حتى ماكو ماكو سمت هداك هناك طايف بالمي وميت زيان لا ثروة سمكية لا بساتين لا لا رح تجف البساتين والزراعة تنتهي بالعراق زيان فادنوا والله فاد شي يحزن ما تشنا نتوقع في يوم اليوم نوقفه ببسط النهار زيان هاي دجلة والله يعني معلسف عليه شي دولة نقول عليها وعلى هالسياسيين اللي اللي دايحكمون البلد انتوا على شنو يعني انتوا داخل الخضراء ما تطلعون يشوفون دجلة انتمون الخضراء هم سارة على دجلة طلعوا يشوفوا يا أخي طلعوا يشوفوا الوضعية هاي نداءات ومطالب شعبية توجهوا لحكومة تنتهج سياسات مائية فاشلة مع دول الجوار لسيما إيران إذ أقرت وزارة الموارد المائية قبل أيام قليلة بقطع السلطات الإيرانية عددا من الروافد النهرية بالكامل عن العراق دون اتخاذ السلطات هي إجراءات رادعة لتبقى جميع السيناريوهات المستنبطة من مجريات الواقع المزري تثير المزيد من القلق والخوف من مستقبل العراق المرهون بحسب مراقبين بتبعية وفساد جهات داخلية وأجندات ومصالح خارجية ترجمة نانسي قنقر